ليس ما يجري هنا مشهد انهيار مبنى بسبب زلزال هذا المقطع المصور في ذيقار واحد من عشرات المقاطع المسربة عن تكرار حالات انهيار المباني المدرسية في العراق والتي وصلت إلى مستوى خطير بالقدم والإهمال الذي أدى إلى تهالكها وانهيارها فوق رؤوس الطلاب من جانبها تقول وزارة التربية ان المقطع المتداول يعود لوقت سابق وقد اتخذت مدرية تربية ذيقار بصدده قرارا بإخلاء المبنى قبل أشهر مع تأشير المدرسة كآيلة للسقوط منذ عام 2019 لكن لم يتم التنفيذ بسبب عدم توفر البديل خلال العام الدراسي تصريح يعيد من جديد الاتهامات بالإهمال للحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2003 والتي تركت الأمور لدرجة انهيار سقف مدرسي كان بالإمكان أن يتسبب بكارثة ووفاة عشرات الطلاب مع اكتظاض الفصول المدرسية الذي بات شائعا في العراق ويشير الناشطون إلى أن لجوء وزارة التربية إلى أحداث مدارس كارفانية ليس حلا ناجعا مع الحرائق المتكررة التي تصيب هذا النوع من المباني فضلا عن الفساد بسفقات هذه المشاريع والتي كان بالإمكان تجييرها لبناء مدارس نموذجية في البلاد بالمقابل يشير معلمون وإخصائيون بالتعليم إلى أن إدارة وزارة التربية ومدرية الأبنية المدرسية لملف المدارس ليس بالمستوى المطلوب مؤكدين أن التصريحات الحكومية أن عام 2023 هو عام الأبنية المدرسية مجرد دعاية حكومية لا أكثر حيث يحتاج العراق بحسب الإحصائيات الأخيرة لنحو عشرة آلاف مبنى مدرسي لإنهاء الدوام الثنائي والثلاثي فضلا عن الحاجة لإعادة تأهل نحو ستة آلاف مبنى وهدم ألف وثمانمائة مبنى آخر من أصل ستة عشر ألف وستمائة مدرسة فقط في بلد غني بالموارد مثل العراق